سلام عليكم اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مهلبية البرتقان من قلطف المهلبية وبما ان هو لسه البرتقان موجود معنا في السوق فعايزين نستفيد منه ونعمل منه النوع ده او الوجبة دي جميلة جدا تحليه حلوة جدا خصوصا في ايام الحر دي نعمل اول طبقة معي نصف لتر من اللبن الحليب لسه بارد او مجمد كمان الى حد بما هنزل عليه بمعلقتين من النشا مع معلقة من الكريم شامتي البودر بعد كده هنزل عليه بنصف كباية من السكر تحليه المهلبية اللي احنا عارفينها يعني لو انت هكتري كمية اللبن يبقى كتري معاها كمية السكر هقلب كل ده الاول على البارد لحد ما النشا يدوب معيه تماما والسكر برضو يدوب بعد كده هولع تحته نار هاتية في الاول علشان ما يقصلش اي التصاق من في المهلبية او تتحارق مني او تتلسى واحدة واحدة كده قلبي ما تسيبهاش يعني ما ينفعش سيب المهلبية وعمل اي حاجة تانية علشان بسرعة بتسخن معي اول ما تبدأ تسخن المهلبية بيبان كده من الحروفها من الجوانب او الاطراف بتاعتها هحط بقى الفانيليا قطيت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة لو ما عندكش غير الفانيليا البودرة عادي مفيش اي مشكلة تقدري برضو ادي فيها هقلب كده لحد ما تستوي معي خالص وتبدأ تعمل الفقوقية اللي احنا عارفينها في الوقت ده خلاص كده هطفي عليها النار نعم مش هتاخد وقت معيك من 7 ل 8 دقيق هتلاقيها هستويت معيك على طول غلية معي المهلبية زي ما انت شايفة جميلة جدا لو عندك معلية اشتا او جباية من الاشتا تقدر ادي فيها برضو هتخلي طعم المهلبية كريمي جدا هصب بقى الطبقة الاولى دي في الكسات او الاكواب اللي هقدم فيها طبعا المفروض نسيب طبقة المهلبية الاولى دي تبرد لحد ما نجهز الطبقة التانية يعني ما ينفعش هصب عليها طبقة مهلبية وهي سخنة علشان ما يختلطيش ببعض مش لازم تسيبها تبرد في التلاجة تقدر تسيبها تبرد عادي في المطبخ في الهوى عادي مفيش مشكلة اصب برضو الكوبايات دي انا صبيت جزء في الكسات وجزء في الكوبايات اي اكواب تقديم عندك تقدر تستخدمها مش هاملة الكوبايات للاخر انا بس احط حوالي تلتيني الكوباية او نص الكوباية مش اكتر من كده عشان يسيب مساحة للطبقة التانية من المهلبية هسيبها بقى تبرد ونروح نعمل مع بعض طبقة المهلبية التانية معايا نص لتر من عصير البرتقال ده عصير البرتقال فرش يجبعا ما ضفتلوش اي حاجة لسه خالص هنزل عليه بمعلقتين كبار من النشا كله على البارد طبعا في الاول بعد كده هحط له التحليق بتاعته نص كوباية من السكر او قزية شوية عشان البرتقال ده برتقال بلدي بعد كده حطيت معلقتين من نكهة البرتقال اللي هي البودر اللي بنشتريها كمان معلقة صغيرة من البشر البرتقال اخدت بس البشر الخارجي طبقة الخارجية بس من البرتقال حواليه معلقة صغيرة هقلب النشا والسكر كده مع بعض الاول على البارد لحتى ما يختفي تماما بعد كده هولع تحتها النور مع التقليب المستمر هتلاحظي بقى ان المهلبية تبدأ تسخن وتبدأ تتقل حتى لونها كمان هيختلف لما تبدأ يستوي جواها النشا هتلاقي الشكل تغير والقوام تغير ممكن لو عايزة تديها اي نكهات تقدر يدي فيلها ما وارد تقدر يدي فيلها فانيليا انا هديها رشة من الفانيليا برضو علشان الطبقة الاولى اخد فانيليا فما يبقاش الطعم بعيد عن بعض يعني يعني تقلت معي المهلبية الى حد ما بس لسه طبعا مش القوام المطلوب هضف لها حوالي معلقة صغيرة كده من الفانيليا طبعا ريحة البرتقان هتبقى مغطية على اي حاجة بس الفانيليا هتدخل طعم تاني جميل مع طعم البرتقان فهيبقى ميكس رائع لسه خفيفة الى حد كبير معايا برضو محتاجة شوية على النار فاني هسيبها كمان شوية انا مش معلية النار عليها لحد ما تبدأ تغلي كده في المرحلة دي اعرف انها استود فاطفي عليها النار واسبها تهدى حوالي خمس دقيق قبل ما صبها على الطبقة التاني بعد ما هديت معايا المهلبية هصب بقى طبقة البرتقان دي فوق المهلبية البيضة طبعا بقى ما اتكلمنيش عن الالوان الالوان جميلة يعني الوان تفتح النفس بصراحة انا بصب بالراحة جدا علشان مدخلش الطبقة دي جوه دي سيبيها بقى تبرت تماما بعد كنا هنحطها في التلجة بتتقدم بردة بتبقى جميلة جدا ولزيزة جدا وطعمها رائع حاجة منعيشة جدا في الحر ده وفي الصيوم تمنياتي لكم ان شاء الله بوجبة هنية وإفطار رقشاهي ان شاء الله نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير كل السلام حضراتكم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله نتقابل قريب السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة